السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا اشغال بكامتازيا بسجل الفيديو فلما بشغل الكاميرا بحس ان الخلفية بش مظبط انه بصور من البيت فممكن تطلع مخدة ممكن تطلع مخدة ممكن تطلع بدون متعلق على البيب الحاجات دي فانا عايز هتبقى بشكل بروفشتل شوية ففي حل ان انت بعد ما تفتح الكامتازيا بتخش على فرشو على افكتس وبتقول له رموف كالر رموف كالر بيعمل ايه؟ بقول له شلي لون معين وليكم مثلا اقول له انا عايز شلي اللون الازرق دو فزي ما تشايفهو شال اللون الازرق لكن التدرج بتاعه مش هلهوش ديت فعالقل لازم تكون الخلفية الوراق لون واحد طيب لقيت طريقة حلو قوي ان انا اختار خلفية وهو اوتوماتيك بيعمل فرشو على البيتجروند الكلام ده مش في كامتازيا بس الكلام ده في اي برنامج بيحتاج كاميرا فيديو وليكم مثلا برنامج زي ميكروسوفت تيم مثلا طيب هقول له مثلا البرنامج اسمه اكس اسبيلت في كيم اهو بقطت وبقول له اعمل رفريش للكاميرا اساس نوع يبدأ يحملها طيب هاجي من هنا واقول له شغل الكاميرا اللي اسمه اكس اسبيلت في كيم احيت تقدر بقى تختار الخلفية اللي انت عايزها دي الخلفية بدون اي ادفات هنا شلي الخلفية خالص تمام بيت انا موجود فتقدر تحط الصورة بتحتي على الفيديو بدون اي مشاكل خالص هنا اضيفت خلفية معينة بدي خلفية اخرى وهكذا ممكن تقول له ممكن تضيف ويب بيج صفحة نت او يوتيوب فيديو او ميديا فايل ممكن مثلا هضيف ديت دي مثلا خلفية معينة هيت في اختيار جميل هنا ان هو يتوصل بالموبايل والكاميرا تبقى شغالة واي حاجة في الموبايل تبدأ تظهر عندي هنا تمام فدي برضو ميزة كواسة جدا فيه لو انا جيت هنا وشغلت اهوت هنزل تحت كده بلا فيه للاندرويد وفيه للآيفون الاندرويد اهوت طول ما انت شغال هو هيبدأ يجيب لك الفيديو لحظة بلحظة على البرنامج الذي تشغال به سواء بقى زوم او تيم او 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 فيه اختيارات كتير جدا موجودة هو ما عندهش اي مشكلة الفيديو هيبدأ الشغل فده شافر ده اختيار لذيذ ناس كتير كبتطالب بفكرة ان يبقى الفيديو اللي بيطلع جاي من الموبايل حسست بقى الصورة اعضاك والناس كبتتكلم على موضوع ان احنا نشيل الخلفية ونحط الخلفية احنا اعزينها انا شاف الاختيار ده ممتاز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة